ننبارح الإخوة في النادي الآلي قلبين الدنيا على موضوع حسين الشحات وأنا لي رأش في هذا الأمر نمر واحد حسين الشحات غلط والذي يعني عندنا فيه حاجة الأهلوية والزمالكوية والبيراميدي الزية والفيتشورية كل البلد الناس اللي لقى في الكورة واللي ملقاش في الكورة حسين الشحات غلط وغلط كبير لأنه لعيب كبير والمفروض لعيب محترم لا ينفع التصرف ده منه ولا ينفع الألفاظ دي منه خلاص دي نقطة احنا مش مختلفين فيه إنما فجئت بإخواننا في النادي الأهلي جات لهم حالة غريبة جدا اللي هو ايه؟ طيب مابار المحمدي كان مش عارف مين طب ما في سنة 1912 في ستاد التدش كان مش عارف إيه طب من أربع سنين كان واحد قال له انت حمر ومعملتروش حاجة هو احنا امريجين عاقب واحد لازم نرجع على التاريخ كله؟ طب جايز الحكم ما شافش جايز الحكم بيجامل جايز أي حاجة إنما ده غلط ولازم يتعاقب يعني إيه لما ده يحصل تقول لي بقى ما إشمعنا بقى لما إشمعنا إيه؟ يعني إنت عايز إيه النهاردة؟ يعني عايز نطنش؟ عايز نبلعها؟ عايز نقول له برافو؟ ده هو الراجل نفسه طلع بيان اعتذار قال لك أنا غلط؟ الأهلوية من مبارح مسكين ويقول لك إيه؟ على فاكرة بقى يتقولوا اللي فات يا محدش يتكلم خاط إيه الدكتاتورية اللي إنتوا فيها دي؟ فجأة جماهير النادي الأهلي حالة من حالة يا جماعة الوضع الصح إيه؟ هو ده مش نادي المبادئ طب إنتوا عاقبتوا ليه؟ يعني ليه؟ طلع صيد عبد الحفيز بعد نص ساعة قال لك إحنا عاقبنا حسين الشحات ليه؟ فخلاص المفروض الكلام يبقى إيه؟ الكلام إنه الراجل ده غلط وتعاقب والعقاب موجودة هو وتعاقب من الربطة وتعاقب من الدق وكل حاجة وخلاص إنما الكلام أصله هو طب ما فيه واحد ضرب محمد هاني طب نعمل لك إيه؟ يقول لك لا ما هو لازم يبقى جميع إيه؟ ده خلاص الماتش خلص والراجل ما تعاقبش يعمل لك إيه نهاردة؟ حقيقة الأمر حقيقة الأمر لما ببص للحكاية زي ما دايما بقول إن الأهلوية bad losers النادي الآلي bad losers يعني ما يعرفش يخسر ما بيعرفش ما بيفهمش إنه دي رياضة لو تشوفوا كمية الكلام اللي هو كسر الهزيمة إنه النادي ده عمره ما تهزيمة ليه يعني؟ برشلونيا بيتغلب وليفر بول بيتغلب ومانشستر سيتي بيتغلب ومانشستر يونايتد بيتغلب وسانتوس بيتغلب والزمالك بيتغلب أكتر وأكتر فالحالة اللي انتم ربينا عند جمهوركو دي إنه لا باع يعني إيه نتغلب؟ لا يعني إيه ما تتغلب زي ما كل ناس تغلب وفرمز لعب أحسك وكسابكو تلاتة إنما الأهل والأهلوية لا يتقبلوا الهزيمة يقولك لا الأهل ما يتغلب ليه ما يتغلبش يا جماعة؟ يا جماعة هدوا الناس شوية يعني الجمهور النادي الأهلي لازم يعني يبلع ريقه نص ساعة بس كده أهدى وفكر اتغلبت إيه المشكلة؟ ما أنت أخذ الدولي وانت إيهنا؟ إنما أمبارح لا وهم إزاي يعملوا كده؟ وما هو شاتموا آه طيب آه الماتش فيه تجاوزات بالإيدين وبالألفاظ من الطرفين آه هنا بقى تيجي لجنة الانضباط أو ييجي الجهة المنوطة في الربطة تجيب الأهل يالك نحقدم فيديوهات للحركات اللي اتعملت في المقدم إنما جماعة حكاية الأهلي لا يهزم وكده بقى انكسرت إن إحنا ما بننهزمش طب إيه انكسرت يا ما تنكسر أنا مش واقف عند إنه أصلاح هتعمل أزمة بين دول لا أزمة بين دول إيه وبتاعة إيه فكرة الضغط بتاع لا يهزم ليه لا يهزم ما راح منه دوري وكاس من سنتين عادي جدا عادي جدا وكان ثالث أو رابع الدوري عادي جدا شمعنا السنة إيه الحالة اللي فيها يعني أنتو بتسخنوا الناس وبتسخنوا الجمهور خلاص الموضوع بسيط وسهل الراجل غلط يتعاقد طيب عن ناحية التانية بقى جي قالك إيه طمشي كبالة وإمام عشور كل واحد خد خد اتناشر دخلنا بقى فيلم طب إيه يعني هو الكرة فيه أثر راجعي هو يا نطبق القانون يا أصله هو أنتو ما تطبقتوش قبل كده فما تطبقوش دلوقتي دي تبقى غابة الحقق إيه إنه الحاجة اللي عرفنا نعملها قدنا عملناها هو ده الحقق بتاع ربين الواقعة والحاكم كاتب إنه عمل تصرف غير رياضي ومصر والعالم العربي والدنيا كلها شافوا اللي عمل حسين الشحات الراجل وعلى فكرة هو المفروض لعب قديم وعالمي ودولي المفروض ما يتم يعني أنت وجوه الماتش اللعبة بتستفز بعض بشتايم وضرب وحركات بالإيد وتلامسات كل ده بيحصل في كل الماتشات علشان اللاعب يخرج عن مشاعره عشان اللاعب يتم استفزازه فإنت كراجل لعيب قديم لعيب منتخب لعيب كنت بتلعب بره كل الكلام ده لاجب أن يتم استفزازه أصله قال لي كذا أصله عمال لي كذا ما هو عايز يطلع ده كله في الكرة عادي فطبعا جينا تاني بقى شيكابالة كتب ساكسونيا ومش عارف مين الزمالكوية ودخلنا المسألة سهلة جدا أنا إحنا عندنا هنا في مصر عب نعقد الحاجات يعني إيه محدش يتكلم محدش يقول حاجة بقى ما خلاص بقى إحنا عاقبناه مش عايزين دوشة يعني إيه مش عايزين دوشة الطريقة دي ما تنفعش الطريقة دي ما تنفعش في حاجة اسمها الراجل غلط يتعاقب وخلاص ما جيش تقول لي بقى من خمس سنين فلان كان عمل كذا فاكر لما الشناوي فاكر لما محمد هاني فاكر لما باهر المحمدي فاكر لما شيكابالة فاكر لما إمام عشور تعدى عن رموز أنا فاكر آه لما إمام عشور تعدى عن رموز كانت النتيجة هي دلوقتي اهدوا كده وصلوا عن نبي وخلاص وقعة وهل احنا كنا ننبسط انه يتم الترمخة على هذا الأمر لا طبعا لا الاهلي حينبسط ده الاهلي أول ما نعاقب هل كنا ننبسط أما نقوله إيه ما وصله قبل كده ما عملوش فده كمان ما نعملوش أو أصله ده بعد المتش تعارفين في حوادث كده دايما نقولك إيه أصل ده بعد المتش ما كانش في المتش الحاكم ما شافش مش موجود في التقريب بتاع الحاكم احنا ما شفناش وطبعا اللاعب بتاع بيرميدز راسه ألف سيف إنه ييجي ويأخذ حقه قانونا انتقلنا بقى إنه حنعمل لبعض محاضر على متشات كورة إيه إيه اللي بيجرى ده ما تحطوا الحاجة في سياقها غلط صاحب المصلحة لا السوشيال ميديا ولا الهاشتاج ولا أي حاجة ينبكوا سوابا جماعة الرياضة الرياضة حيب نلعب رياضة مكسب وهزين الأهلي بالنسبة لهم أنا عارف نادي جبار نادي عظيم لما مش عارف أفاهم والله الأهلي ما بيتغلبش الأهلي أنا فاق أنتو من حقوق وتبقوا سعداء بس الحقيقة الأمر إن الأهلي بيتغلب وتغلب تلاتة صفر مبارح بيتغلب بييجي منه يتغلب ويتغلب قبل كده كتير وهيتغلب بعد كده هي دي كورة إنما الطريقة إيه إحنا ما ينفعش كده تصرفوا انكسرت الحلقة بتاعت وهو ده ينفع وده يمين السبب ويجي طب انت انت نوت حاسب اللعيبة بعد ما خدوا الدورة إنه ما تغلبوا ماتش لعيبة أكيد تحبت بطولات كتيرة والآخر الناس دي أرهاقت يعني فبشويش كده جماعة وصلوا على النبي وبلعوا رائعكو وإيه اللي بالصفحة وعد الموضوع إيه اللي بالصفحة وعد الموضوع إنما الحالة بتاعت آه نشوف بقى وإذا كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرأ وكل الكلام ده لا خلاص موضوع خلص رجل تعاقب الأهلي بشكل جيد جدا عقبه ما نعرفش طبعا عقبه بإيه إنما الأهلي قرر أنه عقبه الرابطة عقبته ييجي بيرميدز بقى يقول للربطة والله يا جماعة لا الحجم اللي حصل والأهلي على فكرة عنده فيديوهات لأفعال قامت بها بيرميدز في الماتش شوف الأفعال دي تتعامل معها لو في حاجة غلط برضو لجنة الانضباط أو الربطة لأننا مش عايزين دلوقتي لجنة الانضباط بقى دورها إيه يعني الربطة تقرر إيه العقوبات واضح أظن يعني أنا أنا مش بتجن على حد بس إحنا عايزين بجد في النهاية إنه الأمور تبقى في سياقها الطبيعي وإلا هتبقى غابة إنه كل ما كل ما كل ما هيحصل حاجة هنعمل الفيلم ده كل لو مش عاجبك العقوبة روح اتعن بقى عند الربطة وقولك إن الحكاية قليلة الراجل اتعاقب من النادي لا يلي وتعاقب من الربطة روح اقول لا أنا عايزة إنها ما تقولش إيه ده ما يتعاقبش أو محدش بقى يتكلم وإنتوا كنتوا فين لما فلان ضرب فلان الحكم ما حسباش عاملك إيه الربطة ما شفيتش أنا عاملك إيه إنما حنيجي نتكلم إنه محدش يتعاقب عشان فيه مرة وفيه وقع وإلا بقى إيه حنيجي بقى يعني لو الموضوع كبر قوي حنخش بقى في حاجات في المجتمع غريبة يعني معنا الأستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي أهلا بيك يا فان أهلا بيك